بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنقاذ الاتفاق نووي الإيراني لعام 2015 أكد دبلوماسي روسي أن المفاوضات ستستنف الأسبوع المقبل بعد تواصل الوفود مع بلدانها بشأن النتائج المرحلية والخطوات المحتملة جدل كبير يصاحب محادثات فيينا فقد وصفها الأوروبيون بالمقلقة فضلا عن اتهامات أمريكية لطهران بعرقلة إحياء الاتفاق ومراقبون إيرانيون يؤكدون مواقف طهران واضحة وثابتة بحسب وصفهم موقف طهران واضح ما فيه نحن حطينا قيود واللجنة كانت واضحة من بداية الدعوة بأن الإجراءات يجب أن تكون مضمونة بإجراءات قائمة ومشددة وفي الوقت الذي حملت فيه الأطراف الغربية طهران مسؤولية جمود المفاوضات قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن هناك لعبين خارجيين يبذلون جهودا لتعطيل المحادثات السهيوني قد ضغطات على الأوروبيين من خلال أمور الأوروبيين لربما رفضوها لربما حاولوا يأجلوها ولكن حتما تل أبيب لن ترضى بما يمكن أن تكون قد طرح من الجمهورية الإسلامية رغم أن الجوالات الست السابقة لمفاوضات فيينا لم تتوصل إلى حل كافة المسائل العالقة خصوصا ما تعلق بفرض حزم ثقيلة من العقوبات الأمريكية على طهران يبدو أن مصار الجولة السابعة المقبلة قد يطول أيضا وتبقى آمال التوصل إلى اتفاق جامع ضئيلة بحسب مراقبين بالتزامن مع ضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني على الجانبين الأوروبي والأمريكي